بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى السلام عليك يا رسول الله عندما نجلس بين أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لكي نقرأ حديثه ونتنور بأنوار جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لابد أن نسلم عليه لندخل الباب ندخل البيوت من أبوابها ندخل بيت السنة من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ونحن نعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجلس مع حضرته لنتنور بنوره مع حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نعيد الحديث مرة تانية احنا نسمع كلام حضرت النبي ونحن وكأننا نسمع هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان طبعا واضح قوي أن احنا نتكلم النهاردة عن هذا الحديث بعد ظهور نتيجة السنوية العامة وفي عدد من الطلاب والأباء بيكونوا مشردين عن مجموعهم وعلشان كده حبيت أن احنا نعيش مع بعض هذه الوصية النبوية اللي بتطيب القلوب وتفتح بابنا على حضرة المحفوب عن طريق صلى الله عليه وسلم قوة القلوب صلى الله عليه وسلم تعالى أقول لكم حاجة مهمة أول الحديث ده في مجموعة من الأشياء أول حاجة الحرص تاني حاجة لاستعانة تالت حاجة وإحنا بنتكلم عن الحديث تعالوا نتأمل بس كل جزء من أجزاء الحديث تعالوا نبص للحديث من الأول خارص احرص على ما ينفعه طيب واستعن بالله ولا تعجز طيب طب وإذا حصل إن أنا أصبني شيء فإن لحصل فلا أقول لو كان كذا وكذا ولكن أقول قدر الله ما شاء أفعل يبقى عندي تلات حاجة حرص واستعانة وإيه اللي حاصل وتسليم حرص واستعانة وتسليم عارفين ده أنا بسميه إيه؟ مسلس طيب القلوب ده اسم مسلس إيه؟ طيب القلوب اللي هو إيه مسلس طيب القلوب ده؟ أول حاجة إن أنا بقى حريص وبعد كده أستعين بالله طيب وبعد كده إيه حاصل؟ أسلم تخيل كده لما أنت تكون حريص يعني إيه حاصل؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أبقى إيه؟ يعني إيه حريص؟ احرص على ما ينفعك احرص على إيه؟ ما ينفعك إن أنت تبقى حريص إن أنت تعمل النافع دايما لا تترك أي شيء في نفعه يعني أخونا الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل إلى من بعد الموت والغافل من إيه؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ده ما نمش ما نمش وتمنى إنه هو ينجح لا ده حرص على ما ينفعه يبقى وحرص على ما ينفعه وعنقول على فكرة الشخص اللي ما كانش حريص على ما ينفعه يعمل إيه؟ عنقول برضو لأن الحديث احرص على ما ينفعك طب واللي ما كانش حريص على ما ينفعك عنقول بقى برضو ويعمل إيه؟ يبقى احرص على ما ينفعك يبقى دي أول حاجة وده يخلينا النظم نفهم يعني إيه حرص؟ شوف حتى في طلب العلم سيدنا الإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة إنساء بيك عن تأويلها ببياني زكاء وحرص واستبار وبلغت ورشاد أستاذ وطول زمان يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الحرص الحرص هو إيه؟ الحرص هو الاهتمام بما يدخل على الإنسان النفع والخير احرص على ما ينفعك ينفعك يعني إيه؟ يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر والشر ويجعل حياتك ماذا؟ يسيرة هو ده هو ده اللي ينفعنا يبقى اللي بينفعني يعني إيه؟ في خير وبيدفع الشر ويوثر حياتي ويجعل حياتي فيها حسن إما باستعادة بقى أو بالراحة أو براحة البال وعدم الهم يبقى يحرص يعني إيه؟ كن مهتماً مهتماً يعني إيه؟ كن مهتماً اهتماماً بالغاً يعني إيه الاهتمام بالغ يعني أن تهتم اهتمام الرجل الحريص اللي هو إيه؟ ما من رجل الحريص أن لا تكتفي فقط بأن تفرغ نفسك وتفعل ولكن أن تفعل وتستخرج المهارات التي تجعلك تحقق هذا النفع إيه ده؟ يعني الحرص إيه؟ الحرص هو اهتمام يدفع الإنسان على أن يخرج مهارات يتحقق بها النفع إيه ده يعني مش بس إن أنا مهتم يعني إيه؟ يعني أنا عارف وعارف التوقيت لا ده أنا مش بس بعمل كمان إن أنا حقق النفع ده؟ لا هي دي هناية الرجل الحريص أنا مهتم وعندي هناية الرجل الحريص إن أنا بدور في نفسي على إيه المهارة وإيه الشيء اللي أنا لو عملته أوصل للنفع بهذا المعنى الثلاثي اللي هو الخير ودفع الدر وفي نفس الوقت اليسر والجمال يبدأ احرص على ما ينفعه يبدأ ودت معنا الحرص على ما ينفعه تخيل كده لو الإنسان كان حريصا على ما ينفعه لو كان حريصا على ما ينفعه أول حاجة تحصل للإنسان الحريص على ما ينفعه وإيه؟ هو يسير في طريق فيه مدد الله احرص على ما ينفعه وكأن بقيت الحديث بتقولك احرص على ما ينفعك فإذا كنت حريصا على ما ينفعك فالله معك الله يبقى أنت إذا كنت حريصا على ما ينفعك فإلا حاصل فالله معك ليه الله معايا ليه الله معايا لأن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير ولذلك ده يخلي الإنسان يحس بإني الله معاه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك آه يبقى أمشي كده إلا يحصل أحس بماذا؟ أحس بماذا لله يبقى احرص على ما ينفعك ولا تحمل همّا فالله معك آه أليس الله بكافر عبدا يبقى الله سيظهر كفاية الله للإنسان إذا كان في العبودية يعني إذا كان يقوم بدوره يقوم فيه بما أقامه الله فيه يبقى أول حاجة فالله يحرص على ما ينفعه أول حاجة يحس بمدد الله تاني حاجة تفتح له الأبواب لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يفتح الله للناس يبقى ربنا يعمل إيه؟ هيفتح للناس ما يفتح الله للناس من إيه؟ من رحمة فلا ممسك لها إيه ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إلا يحصل وأنا ماشي كده لما يكون حريص ربنا يفتح عليه وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز والحكيم يبقى ربنا يفتح عليه يبقى تاني حاجة ربنا يفتح له الخزائن يبقى الحريص ده أول حاجة إيه اللي حاصل؟ يسير والله معاه فهو ممدود تاني حاجة تفتح له الأبواب فهو محتاج بقى أنه يدخل بقى يبقى تفتح له أبواب الخزائن ويمين الله ملأة سحاء الليلة والنهار يمين الله إيه؟ ملأة فخزائن الله ملأة سحاء الليلة والنهار ثالث حاجة بقى تكون للشخص الحريص هو إيه؟ أن يخرج من دائرة الغافلين يخرج من دائرة إيه؟ الغافلين اللي كان بيتستعيز منهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اللي هو الكسل هو في اللي حاصل فيخرج من دائرة إيه؟ الغافلين الذين لا يشعرون بأنهم رب العالمين ولذلك استعن بالله تجيت وتجاهك يبقى اللي حاصل يبقى هو تالت حاجة أنه إيه يخرج من دائرة الغافلين فيخرج من دائرة الظلمة إلى دائرة النور فالحريص يشعر بأن عنده مدد من الله تالت حاجة الخزائن خزائن الله مفتوحة تالت حاجة يحس بأنه إيه بأنه في النور مش في الظلمة أو إن كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فيه نور فهو ماشي في النور تالت رابع حاجة بتكون عند الشخص اللي هو بيحرس على ما ينفعه إيه اللي حاصل يجد بركة في حياتي الحريص على ما ينفعه ده تجد إيه وسع في الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة تحس الدنيا إيه ويسعت مش دياء فالذي يحرس على ما ينفعه إيه اللي حاصل يحس بوسع الحياة ليه بيحس بوسع الحياة لأنه داخل في إيه من حسن إسلام المرأة شوف الحسن تركه ما لا يعنيه فاللي بيحرس على ما ينفعه ده تارك لي ما لا يعنيه فهو مركز في ما يعنيه فالدنيا وسعى فعنده بقى فضل من الله سبحانه وتعالى يحس بالبركة اللي بيحرس على ما ينفعه كمان يذوق حلاوة النعمة اللي بيحرس على ما ينفعه يذوق حلاوة النعمة وسعات ربنا سبحانه وتعالى يعلقوا بالنعمة يبقى أحرس على ما ينفعه يبقى فيه خمس حاجات مدد مدد من الله سبحانه وتعالى لما تحرس على ما ينفعك تاني حاجة لما تحرص على ما نفعك إلا حاصل تحس بإني ماذا بأن الله سبحانه وتعالى بعد ما أمدك إلا حاصل هو معاك سبحانه وتعالى وبعد ما أمدك وهو معاك تحس كمان بإن الله سبحانه وتعالى ماذا فتح لك خزائنه سبحانه وتعالى ولما يفتح لك خزائنه تشعر أن أنت مع مدد الله ومع أنه هو معك وأنه فتح لك خزائنه تحس بالوسع لأن الحياة بقت وسع وبعد كده تحس بذوق حلاوة النعمة خمس حاجات تحصل للشخص اللي هو بيحرص على ما ينفعه هي دي القاعدة طب الإنسان لو ما حرص على ما ينفعه إيه اللي حاصل نعمتان مغبون فيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ حياته الضيع وذلك الإنسان أول ما يسأل عنه العبد عن أمره فيما أفناه يسأل العبد عن ما أفناه فلو ما كانش بيحرص على ما ينفعه يفني حياته يبقى حياته إيه؟ هلكت وهنا بنقول احرص على ما ينفعه بتخلصنا من شوية قفات لما أحرص على ما ينفعني أتخلص من شوية قفات أول قفة أتخلص منها قفة إيه؟ الشعور بالفرصة الأخيرة كل ما أحرص على ما ينفعني ما يبقاش في فرصة أخيرة لكن بيبقى ربنا خزائنه ملأة المشكلة التانية أننا لما أحرص على ما ينفعني إيه اللي حاصل؟ أخرج من أن الحياة ملكي إلى أن الحياة ملكي الله فأحرص على ما ينفعني من الذي خلق الحياة فيها نفع؟ الله فلما أحرص على ما ينفعني أعرف أن اللي حط النفع ده مين؟ الله فأشكر نعمته وأستقبل نعمة الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا عشان وقت ما يجريش بينا احرص على ما ينفعك خلاص ونعمل إيه بعد ما يحرص على ما ينفعني؟ تعال بقى نشوفها وإيه اللي حاصل؟ واستعين بالله ولا تعجز يعني إيه؟ استمر خليك حريص على ما ينفعك وإيه اللي حاصل؟ واستمر اتدي مومة اتدي مومة أن أنت تستمر الله سبحانه وتعالى لو يحبه من العمل أدوامه وإن قل فإيه اللي حاصل؟ فأنت استعين بالله ولا تعجز لأن أحد أهم الأسليب اللي ممكن للإنسان فيها ما يكملش أنه إذا خرج من كسل يحس بالعجز أنه هيكمل لا أكمل فأنت مع الله طب إيه اللي يحصل؟ أستعين بالله أستعين بالله يعني إيه؟ أستعين بالله مش معناها أن أنا أحس بأن ربنا مش معايا فأطلب من الله أنه يبقى إيه؟ يبقى معايا لأنه سيبني الوحد وليس معناها أن أنا أروح لله سبحانه وتعالى وقول له أرجو أن أنت تكون معايا لأن أنا محتاج لك ولكن اللي استعانى هو أن تتيقن من أن الله لم ينسك أن استعانى معناها أن أنت تحس بأن الله سبحانه وتعالى كل ما في حياتك فهو من عند الله فلذلك لما تمشي أنت مع مدد الله سبحانه وتعالى وتستمر كل ما تستمر تشعر بأن نعمة الله نعمة الله تكس ولا تقل ولذلك من أهم الأشياء اللي بيستعين بالله ولا يعجز أن أنت تشكر نعمة ربنا وتترك إدمان الشكوى تبطل الشكوى تبطل إدمان الشكوى وتعمل ايه؟ وتستمر استعين بالله ولا تعجز ما تعدش ترتكب حماقة المظلومية أو ترتكب حماقة أن أنت معندكش وتنقض الآخرين أن هم مش بيساعدوك أو تحس بالنقص عندك لا 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 أنت كده مش بتستعين بالله استعين بالله وما تقفش استعين بالله وأكمل اللهم أنت الصاحب في السفر تب ربنا يا صاحبته في السفر ليه؟ عشان يونسك مش بس لكن صاحبته ليك في السفر ليه؟ عشان تستعين به تعرف أنه مددك وتعرف أن أي حاجة كل شيء تطلبه بالله يسهل وكل شيء تطلبه بغير الله يعقد ويقف فإذا أنت كنت عايز تكمل فاستعين بالله يعني خليك متيقن بأنك في حضرة مولاك وأنك في حضرة مولاك وفي مدد مولاك وأن الله لا يمل حتى يتمل يعني الله معك ولا يمل من مددك ربنا لا بيفهمك أن أنت لا الله لا يمل من مددك أن الله لا يمل حتى تمل فما تملش استمر استمر متوقفش وعشان كده الشخص اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى وكأننا ممكن نقرأ هذا جزء من الحديث استعين بالله فهو أن استعانى بالله لا يعجز ده كنت يقرأ استعين بالله حتى تصل إلى أن لا تعجز أن أنت تستمر أو استعين بالله فمن استعانى بالله لا يعجز إما بيبشرك بأنك أنت مش هتعجز أو بيقولك أن الغاية بتاعتك أن أنت تظل تستعين بالله فلا تعجز أبدا أو أنك أنت استعين بالله ولا تعجز يبقى إذن معنى الحديث أن من استعانى بالله لا يعجز أو أن من استعانى بالله إن شاء الله يصل إلى عدم العجز يبقى ما فيش حاجة إيه ولذلك كنا نعلم أولادنا دايما من كان صعبا عليك فاستعن بالله تجعله لينا بين يديك ما كان صعبا عليك ما كان صعبا عليك استعن بالله يلين في يديك ولذلك كنا نعلمونا إن الذي ألان الجبال والحديدة لداود يلين له كل شيء إذا إليه يعود إذا عدت إلى الله واستعانت بالله سبحانه وتعالى كل شيء يليني ولذلك كانت اللي استعانى جزء من الميثاق الذي نعاهد الله عليه سبعتاشر مرة في اليوم جزء من الميثاق اللي بيننا وبين الله إن إحنا إياك نعبد وإياك نستعين وكأن لأنني عبد فبك أستعين يبقى وكأني إذا أردت أن أستمر عبدا فلابد أن بك أستعين لأن كثير من الناس بيتصوروا إن هم عشان يبقوا عبيد هم محتاجين إنه يبزله بقوة ويحس بالعجز ويحس بإنه حياته بتهون لما يكون هو مش قادر يستمر في العمل استمررنا في الأعمال بيكون بالاستعانة بالرحمن وعشان كده لازم نستمر الإنسان بقى اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى يحس بالاستعانة بالله في إيه يحس بالاستعانة بالله بإنه يحس بإن كل خطوة إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى يفتح له باب القرب وباب الرضا فيستمر الإنسان اللي بيستعين بالله يحس بأن أي شيء لو كان صعبا عليه في ملك الله فيستمر فيفضل طول الوقت ما يقفش ما يقفش خالص لأنه مع الله سبحانه وتعالى وبالله ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك إلا حاصل هتلاقي بقى أن أكثر الناس اللي بيستمروا هم أهل اللي استعانى بالله سبحانه وتعالى ولذلك المستعين بالله يستمر في التعلم ويستمر في المواصلة يبقى بقى الجزء الأخير بتاع بقى إيه طيب الخاطر والسكينة وراحت البال إنه إيه بأول ضلع كان إيه الحرص على ما ينفعني فبعد ما أحرص على ما ينفعني أستمر أستمر في إيه استمر في إيه في الإقبال على الله واستمر في ما ينفعني وأنا عندي ماذا إيه اللي يخليني أقدر أستمر يقول لك من 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 الإحسان أن تصل إلى القمة ولكن من الصعوبة أن تستمر على القمة السيد أنا مش عايز القمة أنا عايز أستمر في النفع قد لا تكون المسألة مسألة القمة لكن المسألة مسألة لإيه مسألة النفع إن أنا أستعين بالله وأستمر في النفع يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة بقى طب خلاص ما هو ممكن يحصل لي إخفاق وما له إيه وعلى ما يحصل لك إخفاق تقف لكن تستمر طب يقول له طب أنا استمر إزاي إذا أخفقت قال له لا تقول لو كان كذا لكان كذا ما تقولش كده ما تقولش كده ما تقولش كده ليه سلم سلم بأنك إذا كنت حريصا واستعنت فأن ما يجريه الله عليك فماذا فعاذا فتح لك ورفع في قدرك ولذلك إيه قال له ماذا لا تقول لو كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل وتقدير الله خير لي عما أفعل فإن اللي حاصل فهذا التسليم والاستمرار يجعلك تتنور ويجعل حالك يهدأ ويجعلك تستمر في نعمة الله طب نعمل إيه بقى عشان نكون من أهل هذا المسلس البديع في راحة البال والطمأنينة وطيب القلوب وكمان استثمار نعمة المحبوب سبحانه وتعالى أول شيء أنا أعمله إن أنا أستمر في التعلم يبقى أول شيء عشان أقدر أعمل ده أستمر في التعلم أستمر في التعلم يعني إيه لأن التعلم ده اللي بيوريني وسع الله سبحانه وتعالى وسع الحياة في خدمة الله سبحانه وتعالى وسع الله سبحانه وتعالى في ساحة الله سبحانه وتعالى تاني حاجة الخدمة ان انا اتعود ان انا اخدم كل يوم حد وتخلي الخدمة دي عشان ترى الله سبحانه وتعالى ترى مدى ده الله سبحانه وتعالى عليك وعلى الناس فتشوف الوسع اللي عندك ده ما كانتش اللي انت بتصور انه ما كانتش يكفيك لما تخدم بقى تحس انه بيكفيك وبيكفي الناس كلها فيبقى كمان عندك ايه عندك تحس بالوسع لما تخدم باللي انت ربنا سبحانه وترزقك به تاريت حاجة أني يبقى عندك ورد من الحمد لازم يبقى عندك ورد من حمد نعمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي رزقني هذه النعم وجعلني ذا بصيرة فحرست على ما ينفعني وفتح علي من فضله أنني تمسكت بحبله المتين فماذا فسكن قلبي وسلمت لرب العالمين تحمد ربنا كده رابع حاجة أنك تعتني بالنعم أني ربنا أنعم عليك ومن أن اهتمام بالنعم أن اهتمام بصحتك أن أنت تاكل صحي تاكل أكل صحي وتتريض خامس حاجة أنك تفكر في استثمار النعم كل يوم فكر إزاي دعا تستثمر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في مستقبلك فهتحس بأن الحياة بتتسع وتحس بأنك في حضرة مولاك وتحس بأن النعمة ماذا فعلا فتحت لك أسرارها اللي بيها تشوف وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها يا رب رزقنا أن احنا نعمل بهذا المسلس العجيب مسلس طيب القلوب ومسلس سعة الحياة ومسلس البقاء في حضرة المحبوب أحرص على ما ينفعني وأستعين بالله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت قدر الله وتقديره لا بد أن نسلم به لأكون مرتاح البال وأكون طيب النفس اللهم اجعلنا طيبين النفوس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونقصص لها وقت زي دلوقتي عشان نجيب عليها ونسعد ونتنور بمجالس العلم أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موما كان عليها فلوس لوحدة والوحدة دي تؤفت ممكن تطلعها صدقة على روحها ولا تديع لأولادها مع أن أولادها ما كانوش كويسين معها لا تديع لأولادها لأن الفلوس دي اللي كان الدين تحولت إلى ما يسمى انتقلت إليهم بالخلافة خلافوها في هذا المال فأصبح الدين اللي على والدتك ده حق لهذه المرأة ولابد الحق ده يرده إلى أهلي وبما أني هي يدها زالت من على المال إيديها زالت من على المال اللي عندها بل زالت من على المال اللي عندها يبقى إيه اللي حاصل يبقى ينتقل هذا المال إلى ورستها بما يسميه الفقهاء الخلافة فهم خلفوها في هذا في ملك هذا المال وبالمناسبة في قاعدة بحب أولى للناس إن فسقه لا يمنعه من حقه حتى لو كان الشخص ده فاسق حتى لو كان الشخص ده مؤذي ما يمنعه وش من حقه ده حتى ورد في الأثر أنه حد تصدق عليه فأعطيت الصدق وكان غنياً فقال فلما أعطيت الصدق اليوم لغنيه ومرة أعطيت الصدق لعاهر ومرة أعطيت الصدق للنص فلما عادوا وسألوا قال لربما الغني دفعه هذا إلى ماذا إلى أن لا يبخل وأن يتصدق طب العاهرة لعلها تتعفف بها طب السارق لعله يستغني بذلك عن السارق فلا نحن نعطي المال للناس نحن من نجدعه الذي قسم هذا المال والذي يتصرف في هذا المال الله فلذلك المال ده يكون لأولادها نعم ومش من حقنا أن نحن نتصرف في هذا المال ولو أخرجنا المال ده على روحها هنكون علينا أن نحن نضمن هذا المال ونعطيه لأولادها السؤال التاني بيقول عندي سؤال حضرتك هو حلال أن البنات تيجي على أخوها عشان جزها وأولادها وتاخد منه فلوس وتطلب منه حاجات وتخلي ولدها وتخلي ولدها يطلبوا منه مع العلم ظروفها كويسة ولو مراته اتكلمت يقولوا عليها طماعة ومراته دي بتصرف على البيت وهو بيحوش من وراه ويدي أخواته اللي هم أصلا معاهم فلوس ويريد حتى بيعملوا بيعملوا أولاده كويس هل دا يرضي ربنا السؤال الأول السؤال الأول أنت عارف السؤال كده كان بين الأول وبعدين بظهر في الآخر أن مين اللي بتسأل؟ مرات الأخ مرات الأخ هي اللي بتسأل أن الأخت بتيجي على أخوها وتخليها يدفع فلوس ما يدفعش لو هو مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعة هي لا هي فقيرة ويجب عليه أنه ينفق عليها إذا افتقرت ولا أي حاجة خالص هي وإن اللي حاصل؟ بدلها هي معها فلوس وهي كويسة لو أنه لم يدفع لها هذا المال لا يكونوا آثما لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن لو أعطاها الصدقة وهي مستحقة ياخد ثوبين ثوب الصدقة وثوب القرابة يبقى إيه اللي حاصل يبقى حكتين هم واضحين عندنا إذا كانت هي محتاجة وهو قادر يعطيها فإذا أعطاها أخذ ثوبين ثوب الهبة أو ثوب الصدقة وثوب القرابة طيب وإذا كان هم مش قادر وهي مش محتاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإحنا عندنا قاعدة تخلينا يتضح لنا الكلام بشكل لفظ سهل كده إذا كان الإنسان معاه ما يبخلش لأن ده يوسع عليه في الآخرة يبقى معانا ما نبخلش لكن لو مش معانا ما نستلفش ولذلك لابد إن احنا ببساطة وبسهولة نقول لأخونا ده أنت بتسألي هل ده حرام إن الست لو إن هي تتكلمت لا من نحق أن هي تتكلم مع زوجها إزاي يديروا حياتهم وخاصة لو كان البيت محتاج لده لو كان البيت محتاج لده يبقى إيه أول وما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله فعليه إن هو ينظر إراء رعيتي أولا ثم ما فاض يعطيه لغيره ويكون دوت هو ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة إن احنا بنقول إن أخته عندها ما يكفيها فيبعزا عليه إنه ويكفي أولاده ثم ما بقي يستطيع أنه يتصدق به إذا كان يتصدق على محتاج وخلينا فاهمين أنت زر ورثتك أغنياء خير من أنت زر ومعالة يتكففون الناس وخاصة أن البيت أيضا يحتاج إلى هذا المال التي تساعد في هذه الزوجة يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حديث جديل بيعمل لنا مسلس تطيب الخواطر ورحت البال والاستمرار في تعمير الحياة واستثمار النعم مسلس بيتكلم على الحرص على ما ينفعنا وكمان على الاستعانة بمدد الله سبحانه وتعالى ولا نعجز ثم بعد ذلك أن نسلم إلى قدر الله سبحانه وتعالى ونرضى بقدر الله فما بين الحرص على النفع وبين الاستعانة وعدم العجز مع التسليم لقدر الله تسكن هنا راحة البال وتسكن هنا الطمأنينة وتسكن هنا حياة الرضا وحياة الفتح وحياة البركة اللهم اجعلنا غارقين في الرضا وغارقين في النعمة وغارقين في الود وفي راحة البال بمددك يا ربنا اجعلنا في محل نظرك على كل حال وأصلح لنا الأحوال واجعلنا على أخلاق النبي المصطفى على كل حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين شكرا